من المشاكل السائدة بين النساء هي متلازمة التكيس المبايد تحدث هذه المتلازمة نتيجة اضطراب هرموني وتؤثر على النساء في سن الإنجاب حيث تأثر على التوازن الطبيعي في مستوى هرمونات الجسم بتكلم عن بعض الاعتقادات الخاطئة حول هذه المتلازمة الاعتقاد الأول أن هذه المتلازمة حالة نادرة ولا يمكن علاجها الأصح أن 20% من النساء في سن الإنجاب يتأثرن بهذه الحالة وبالنسبة للعلاج يمكن التحكم في المتلازمة وعلاج أعراضها حسب الشكوى الاعتقاد الثاني إذا كان لديك تكيسات إذن أنت تعانين من متلازمة تكيس المبايد الأصح وجود التكيسات لا يعني أن لديك متلازمة تكيس المبايد الاعتقاد الثالث لقد قمت بأمر ما تسبب في ذلك الأصح أن السبب الدقيق غير معروف ولكن هناك عوامل تزيد خطورة الإصابة ومنها زيادة مقاومة الإنسلين الوراثة زيادة الوزن والسمنة الاعتقاد الرابع كل امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية لديها هذه المتلازمة يمكن أن تكون متلازمة التكيس المبايد أحد أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية ولكن يمكن أيضا أن تكون ناجمة عن ظروف صحية أخرى أو عوامل تتعلق بنامط الحياة وفي الأخير لابد أن تعلمي أن هذه المتلازمة تعتبر مرض مزمن فعند شكواكي من أي أحد هذه الأمراض يجب عليك زيارة الطبيب لتشخيص المبكر والوقاية من المضاعفات المصاحبة ودمتم بصحة وعافية اشتركوا في القناة